مرحبا أنا سليمة وعمري 24 سنة فتاة ناحلة جدا وغير محظوظة أبدا تابعوا معي قصتي بعد تخرجي من الجامعة رحت أبحث عن عمال لكنني لم أجد عدت إلى المنزل فواجهتني زوجة أبي يا لك من فتاة فاشلة لا تصلحين لشيء تعودت على سماعي كلماتها لذا لم أجبها دخلت إلى المطبخ فلم أجد غير بقايا الطعام الذي تركه ولدها قمت بتسخينه وأكله ثم توجهت نحو غرفتي نظرت إلى المرآة وبدأت أبكيس وأحظي وفجأة طرقت زوجة أبي باب غرفتي ثم دخلت وقالت لن تنتظر وظيفة بشهادتك يا سليمة اذهبي إلى الحلاقة أم تسنيم فهي تقول بأنها بحاجة إلى عاملة نظافة عاملة نظافة؟ لا أريد أن أسمع طراضك في المساء خرجت وأنا أجر خطايا إلى أن وصلت إليها وفور استقبالها لي انفجرت ضاحكة وقالت إذن أنت تريدين العمل بتنظيف المكان؟ مستحيل أنت نحلة جدا ولا يمكنني الاعتماد عليك خرجت من عندها وأنا أفكر فيما سأسمعه من توبيخ في المنزل جلست على كرسي في الحديقة وفجأة اقترب مني رجل وبدأ ينظر إلي التفى حول الكرسي ثم قال قومي من فضلك هيا بسرعة وقفت وأنا خائفة فقد ظننت أنه رجل مجنون نظر إلي وبدأ يتفحصني بعينيه ويدور حولي ويقول أين كنت كل هذا الوقت؟ أنت هي ما أبحث عنه؟ ما الذي تقوله؟ عفوا نسيت أن أعرفك بنفسي أنا الدكتور عامر أبحث عن فتاة نحيلة حتى تجرب دوائي وتثبت بأنه فعال أي دواء؟ أنا لست مريضة لا إنه عقار لزيادة الوزن قلت وكيف سأثبت بأنه فعال؟ سأعطيك جرعات مجانية ستأتين إلى الشركة لتوثيق وزنك الحالي ثم ستخبرين بالنتيجة إنه نوع من الإشهار ولن تخسري شيئا بالعكس إن نجاح الأمر سوف ندفع لك فرحت لسماعي كلامه لأنها فرصة لا تعوض أكسب وزنا إضافيا وعملا مريحا أحقا ستدفعون لي؟ نعم إذن أنا موافقة أسرعت إلى المنزل وأخبرت زوجة أبي ففريحت كثيرا وقالت أتمنى أن يدفع لك جيدا فقد تعبنا من الفقر الذي نحن فيه لن تتركين إن صرتي مشهورة وغنية صح؟ ليس لغيرك أنت وأخي بعد وفاة والداي لن أتركك أبدا لأنني أعلم أنك تحبينني وأن معاملتك هذه من الظروف التي نعيشها عنقتني وقالت طبعا أنا كذلك سرت نحو غرفتي وأنا أتذكر كيف مات والدي من شدة المراض وكيف أنها أصرت على إبقائي برفقتها رغم أننا نعيش من مالي المحسنين في اليوم الموالي توجهت نحو الشركة رفقة زوجة أبي استقبلنا الدكتور عامر في مكتبه هذا هو الدواء إنه عبارة عن هرمونات ستكسبك وزنان وتجعل شكلك أكثر أنوثا ولكن ألا يجب أن تأكل جيدا رفقة هذا الدواء؟ بل أنه عليها اتباع نظاما غذائيا صحي لكننا لا نملك المال الكافي لذلك لا بأس سيكون ذلك علينا قدم لنا الدواء ومبلغا معتبرا من المال توجهت نحو إحدى الغراف قاموا بتصويري هناك حتى يظهر الفارق في الإشهار قبل وبعد الدواء عدنا إلى المنزل كنا نأكل جيدا بفضل هذا العمل وبدأ يظهر مفعول الدواء فقد صرت أشعر بأنني أسمن بالفعل إلى أن وصلت إلى اكتساب وزن مثالي عدت إلى الشركة وهناك قمت بتصوير الإشهار كاملا وبدأت الحصص التلفزيونية باستقبالي وصار الناس يطلبون عقاقير زيادة الوزن من الدكتور عامر لاقت شركته نجاحا باهرا وتوالت عليه الأرباح وحينما ذهبت إليه أطالبه بحقي قال لي لقد منحتك الدواء مجانا رغم غلاء سعره ودفعت ثمن طعامك لن أعطيك غير هذه الوريقات النقدية وكشكر لك سأمنحك علبة أخرى من الأدوية حتى لا يعود وزنك إلى ما كان عليه بسرعة خرجت من عنده وفي يدي البقشيش الذي قدمه لي وحينها علمت أنه استغلني عدت إلى المنزل وواصلت شرب الدواء ولكن حدث معي أمر غريب فقد زاد وزني أكثر ثم ظهرت علي دمامل وتورمات قبيحة ما هذا الذي أراه وكأن وجهك قد تشوه بهذه الندوب نعم لقد صدمت صباحا عندما رأيت وجهي بالمرأة أظن أنها تأثيرات الأدوية هيا فلنذهب للدكتور عامل لنطلب توضيحا وإن رفض سماعنا فسأفضحه وإلقنه درسا لن ينسع قمت لنغادر المكان ولكن ما إن وصلت إلى الباب حتى سقطت مغميا علي في المستشفى فتحت عيناي فوجدت زوجة أبي مايا وهي تبكي والطبيب إلى جانبها لا تبكي أنا بخير لستي كذلك لقد أخبرتني زوجة أبيك بالدواء الذي أخذته لتصير ما أنت عليه ويؤسفني إبلاغك بأنك قد تلاعبت بهرموناتك وهذا ما أدى لإصابتك بمرض السكري دهجت لما قاله وبدأت في البكاء هل سأكمل حياتي بحقني الإنسولين؟ للأسف نعم لقد تواصلنا مع الدكتور عامر وقد تنصل من جميع مسؤولياته فيما حدث خرجت زوجة أبي مسرعة ولم أدري وجهتها ترى هل تخلت عني؟ بعد ساعة تفاجأت بعودتها ومعها الصحفيين من كل القنوات أجروا معي مقابلة وقمت بفتح تلاعبات الدكتور عامر وكيف جعل مني فأر تجارب ولم يدفع لي سوى القليل مقابل خسارة صحتي بعد انتشار الخبر خرج جميع من اقتنى الدواء وغيرهم من المتنظمين في احتجاجات كبيرة ضد الدكتور عامر ما جعل شركته تخسر وقدم لي تعويضات كبيرة كما وصلتني تبرعات من الذين تضامنوا مع قضيتي وهكذا جمعت مبلغا كبيرا من المال قمت بمعالجة تلك التورمات حتى تعافيت منها ثم قمت بشراء منزل في حي جميل وجعلت احدى الغرف السفلية محلا صغيرا لي ابيع فيه الحلويات التقليدية التي تصنعها زوجة ابي لكنني لا اكلها بسبب المرض اصدقائي لا تجربوا اي دواء بدون ترخيص واردوا بانفسكم كما انتم ولا تعيدوا غلطتي ترجمة نانسي قنقر